اشتركوا في القناة وكانت تسألهم ويقولون لا البنت سليمة وفحوصاتها سليمة بعدها امي رجعت وراحت عند اهلها وتكت هناك حتى خوالي لاحظوا لاحظوا اني ماني قاعدة ارضع وحتى لو رضعت الحديب كله ارجعوا الله يكرمكم وارجعوا بطريقة غريبة خالي مر شك في الموضوع اخذني انا وامي للمستشفى كان فيه مستشفى معروف في المنطقة اللي انا فيها على طول ودانا للمستشفى هذا وبعد ما كشفوا علي قلت الدكتور ان البنت في بطنها صديدة بكمية مهولة جدا وما رح تقدر تاكل او تشرب اي شيء ولازم عملية مستعجلة واذا ما سوت العملية احسن الله عزاكم مقدما حين امي اتصلت على ابويه ابويه كان عند زوجته الاولى طبعا هذه ملاحظة ابويه متزوج ثنتين وامي الزوج الثانية الزوج الاولى ساكنه في منطقة غير المنطقة اللي فيها امي طبعا كل هذه الاحداث صارت وانا عمري 12 يوم بس امي كلمت ابويه وهي في المستشفى وقالت لازم عملية عاجلة للبنت ابويه انفجر بوجه امي وقال عملية ايش البنت دوبها مولودة وما في عملية خليها تموت احسن هنا اخذ الدكتور التليفون من امي وصارخ على ابويه وقال البنت بتموت واذا انت ما جيت ووقعت اوراق العملية عشان بنتك تدخل العمليات انا بسوي العملية من غير اذنك وقف الفوجه ابويه وهنا امي وقعت على اوراق العملية وكمان خالي بالنيابة عن ابويه وسوي العملية ونجحت الحمد لله قال الدكتور الامي فيه كيس طبي لازم تشترينو لحالة بنتك نستخدموه الي ما يتقفل الجرح او مكان الخياطة يعني كانت الاكياس الطبية في هذيك الفترة غالية ابويه طبعا ما كان يدفع شيء ولا كان يكلف على نفسه يجيب اي حاجة تخص علاجي ابويه كان بخيل بالمعنى الحرفي ما كان يكلف على نفسه يجيب اي اغراض الامي لا اغراض شخصية لا اغراضي لا اغراض اخواني وامي بس تتسلف من فلان وعلان في هذيك الفترة عشان علاجي خلصت فلوس امي وما قدرت تجيب لي الاكياس واضطرت ان تبيع ذهبها واغراضها عشان انا اعيش امي ضحت بكل شي بيدها عشان تعالجني والحمد لله كل شي صار تمام والثقب تقفل والجرح تعالج الحمد لله وعشت حياة ما بقول سعيدة مرة لان ابويه مرة يكون طيب ومرة لا امي جابت بعدي ثلاثة اخوان وفي يوم من الايام صارت مشكلة بين امي وابويه مشكلة كبيرة مرة وامي زعلت وراحت عننا تركتنا مع ابويه لمدة شهر اخذنا ابويه عند زوجته الاولى والحمد لله كانت زي امنا تعدل بيننا وبين اخواتي واخواني اللي هم عيالها وكنا عايشين حياتنا بعد شهر رجعت امي واخذتنا وكانت اسعد لحظات حياتي جابت لنا اغراض وهدايا واشياء حلوة ومرت الايام عادي لكن في يوم اذكره كأنه امس كان يوم الثلثاء رجعت من المدرسة كنت حاسة ان فيه مصيبة لان يوم الاثنين نفرض اللي هو امس امي وابويه تخاصموا وحلفت امي انها ما تقوم ابويه للدوام وابويه هدد امي وقال سويها وشوفي ايش بيصير لك فلما رجعت من المدرسة امي جات وحطت الاكل وابويه نايم فعلا ما صحت ابويه صحة وشاف الاكل ان احنا في فترة الغداء صفق امي كف امي قامت صارخ وتضاربه اخذت امي الصحون وكسرتها دخل ابويه المطبخ اخذ جوال امي فصلوا حفلة حفلة طبعا شريحة الاتصالات حقت امي كانت في جوال ثاني اتصلت امي على اخوها وعلمته بالسالفة ومو بس كده دقت امي على الشرطة ولما وصلوا الشرطة قالت لهم ان ابويه ضربها واخذ جوالها وابويه انكر طبعا وقال اني انا ما اخذت شيء هنا انا تكلمت وقلت لا يكذب اخذ الجوال معاه فتشوا رح تحصلون وانا شفته طبعا ما فتشوا قدامنا اخذ ابويه للقسم وحنا فرحانين خلاص بنعيش الحرية خلاص ابويه بيطلق امي وبنعيش مع امي ونفتك منه ويه مبسوطين جاء الليل جاءت امي وقالت اسمها انا بروح وبرجع يوم السبت وباخذكم لا تنسوا ان تشتركوا في قناتي على اليوتيوبرون يلا نكمل وجاء يوم السبت وما رجعت امي هنا عرفت ان امي كانت تكذب علينا ومن هنا بدأت معاناة جديدة اسمعنا ان ابويه طلق امي واخذنا عند عمتي عمتي اللي هي زوجة ابويه الاولى في البداية اعطتنا غرفة خاصة وكانت طيبة معانا لكن اخواني واخواتي كانوا يبكون كانوا يبغون امي لين مرت ابويه انفجرت فينا وقالت امكم هي اللي خلعت ابوكم اخواني واخواتي قدروا يروحون لامي بالاصح هربوا وبقيت انا عند عمتي كمية الكرف والشغل والاهانات والضرب اللي كنت احصلها يوميا من اهل ابويه وابويه نفسه جالست على دال وضع سنة ونص من غير امي والاهل والجماعة صاروا يتكلمون مع ابويه يقولون ما تتودي البنت لامها رفض ابويه وطلب انه ما حد يدخل ببنته اللي هي انا لكن خوالي قالولو اذا ما جبت البنت لامها رح نجي ونسحبها منك بالغصب تقدرون تقولون ان ابويه استسلم من الضغط اللي جاه واخذني الامي اخيرا في البداية انا ما استوعبت لما شفت امي واخواني واخواتي جلست لحظات مو مستوعبة بعدها على وطول نطيت وارتميت في حظمها واحظنتها وبكيت من كل قلبي ابوي خلاص تركني عندها او تركنا كلنا اخواني واخواتي ورا عند زوجته الاولى واستقر معاها وانا الحين عمري 15 سنة انا عند امي مرتاحة وهي جنبي الحمد لله انتهت القصة الرأي الشخصية صاحبة القصة الحمد لله اللي ربي رجعك لامك بعد صبر طويل وعناء ورسالة لكل الاهالي اما انكم تعيشون مستقرين عشان اولادكم وتهيئولهم بيئة مريحة او اذا انفصلتوا لدخلونهم مشاكلكم عيالكم امانة في رقبتكم طالما عندكم اولاد حافظوا عليهم وعلى نفسياتهم ابعدوهم عن المشاكل مهما صارت مشكلة بينكم وبين بعض ادخلوا الغرفة قفلوا الباب تفاهموا بعدين اطلعوا ايش صار بسم الله لحظة لحظة ايش فيه شفت انه صار قلت لكم الجهاز مدرش به الله يستر خنكمل القصة بسرعا نكمل الرأي شكنت اقول انسيت المهم ادخلوا الغرفة تمشكل وخلصوا شغلكم بعدين نرجعوا اطلعوا لهم ايش العقد النفسية هذه اللي تسببونها بعدين تعال انت ليش تاخذ الثانية طيب مدام ما تصرف شتحس فيه يا اخي ابو البخل اللي عايش فيه يصرف يا اخي عيالك وانا اكره ذول النوعية اللي ينفصلون ياخذ عياله عند مرات ابوهم ويشوفهم يتصفقون وساكت ابليسك انت عيالك ذول عيالك على الاقل اذا مت خل احد فيهم يقول الله يرحموا وبس هناك وصلنا نهاية فيديو اليوم اذا اجبكم المقطع لا تنسوا تضغطونا على الزر اللايك وتشتركونا في القناة موقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن كان معكم رون سلام قبل ما نكفي الابغة احلى تحية لشون اليوم شاركنا في المقطع كامل ما شاء الله تبارك الله يا عمري يلا يا جماعة سلام